أهلا بكم متابعين قناة مصر الآن قبل الفيديو اشترك في القناة ليصلك أهم وآخر الأخبار الخبر بيقول جيهان نصر تظهر مع أبنائها بعد غياب في عرض مصرحية الملك ليرة وإليكم تفاصيل الخبر أكثر من 21 عاما مضت على اعتزال الفنانة جيهان نصر بعد زواجها من رجل الأعمال السعودي سعود شربطلي وخلال سنوات اعتزالها لم تظهر على الساحة غير مرتين أول مرة كانت في شهر فبراير العام الماضي وتاني مرة الجمعة الماضية حيث حرصت جيهان نصر على حضور عرض مصرحية الملك ليرة للنجم يحيى الفخروني بمصرح أحد المولاد بالتجمع الخامس ومعها أبنائها بمجرد ظهور جيهان نصر يتم تداول صورة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرها تريند جوجل لذلك أنا أقدم لكم تمام معلومات عن جيهان نصر ولدت جيهان نصر مايو 1972 حاصلة على بكريوز رياض أطفال بدأت طريقها الفني من خلال الإعلانات وبعد الإعلانات اتجت إلى التلفزيون وقدمت العديد من الأدوار والبطولات شاركت جيهان نصر في بطولة عدة أعمال فنية طوال فترة التسعينات وقدمت الفنانة جيهان نصر طول مسيرتها ما يقرب من ستين عملا فنيا ومن أشهر أعمالها التلفزيونية المن والبنون جزء الثاني من الذي لا يحب فاطمة وفي السينما قدمت عدد من الأفلام منها الكتكات والحب في طابة والبحث عن توت عن خامون كما قدمت أعمال في المسرح أيضا منها أنا والنظام وهواك والمحزوز وأنا بالإضافة تقديمها فوزير الحلو ما يكملش وفي عام 1997 تزوجت جيهان نصر من رجل الأعمال السعودي سعود الشرباطلي وأهتزلت الفن في نفس العام ووصل مهرها إلى 18 مليون دولار وقاصر في لندن وفي نهاية الفيديو اشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو وفعل الجرس عشان يوصلك أهم وآخر الأخبار المصرية والعالمية